زار وزير الدفاع العراقي جمع عناد مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق حيث كان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء ووضع وزير الدفاع العراقي مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة أكاليل الورود على النصب التذكاري للشهداء في مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق بحضور الملحق العسكري العراقي في الأردن وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وقال وزير الدفاع العراقي أن هذه المقبرة التي تضم رفاة جنود وضباط الجيش العراقي تدل على التضحيات الكبيرة التي قدمها منذ تأسيسه وعبر السنوات الماضية في خدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية